أكد وزير واشوني الخارجيك والتعاون الافريقي والمغاربة المقمنة بالخارج ناصر بوريتاليون بالرباط أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل تعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على دوئية تقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين وضح بوريتا خلال ندوة صحفية عقب الاشتماع الوزاري الثالثة للدول الافريقية الأطلسية أن اتفاقية صيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال ساركة المفعولة وفي المقابل تنتهي صلاحية بروتقولية صيد البحري المبرم لمدة أربع سنوات في السابع عشر من شهر يوليوز الشارع